انا مندهش كمان انه الحاجة عامر حسين قادلة بتصريح غريب جد قالك احنا بقى عندنا فايت في الاسابيع فايه رايكو نلعب الكاس رايح جاي يا حاجة عامر احنا ما صدقنا هو اللي وفرناه هنصرفه هو اللي حوشناه هنضيعه احنا عايزين نريح اللعيبة شوية عايزين ندي فرصة للعيبة وللمدربين الناس انها تعرفت مرة ليه رايح جاي قالك معادل ماتش النهائي ايه الحكمة في رايح جاي ما طول عمرنا بنلعب الكاس مباراة واحدة اللهم الا في مواسم قليلة جدا فما هي الحكمة فانه مباريات الكاس تتلاقي برايح جايش ونفسي بمنتهى الامانة انه التصريحات بتاعتنا دي يا جماعة تبقى بحساب شوية لانه كل حد من الربطة بيطلع يقول تصريح كل حد من الاتحاد بيطلع يقول تصريح كل حد من لجنة ركام بيطلع يقول تصريح فهي ايه حم التصريحات هل هذا الكلام تم الدراساته وعشان الحج عمر يطلع يقوله ولا هذا كان اجتهادا شخصيا من الحج عمر حسين